ترابطة يعني وجود السلاح يعني وجود مخدرات نعم بالتأكيد هو ترابط جريبة وترابطة في بعضها لكن بلف المخدرات من الجرائم العابرة للحدود وبالتالي هذا يحتاج إلى عمل في الحدود وعمل في الداخل وعمل كبير حتى لا تطيني مساحة كلام أو الضحلة شون بدت الإجراءات زين رح أمطيك مساحة بس نقطة أنه العراق منطقة عابرة أو هذه المخدرات عابرة للحدود ب2003 العراق شون ما مر الآن حاليا العراق عنده مصانع عنده بالسماوة أيضا بالسليمانية لا أبدا شوفوا موضوع المصانع حسنتي يعني ما خليتين أكمل إجزاك الموضوع أحتاج إلى موضوع المصانع بعد ذلك راح أكمل موضوع المصانع لا يوجد أي مصنع داخل العراق كانت محاولة في السماوة فشل الموضوع فقط مصنع واحد في السليمانية أنا شخصيا كنت من الفريق العمل الذي ذهب إلى السليمانية وشاهدت المصنع بنفسي المصنع اللي موجود في السليمانية بمعلومات عن طريق الجانب السوري هذا أيضا راح أجي إلى لأن قتل جريمة المخدرات من هو المسؤول عنه أريد تفاصيل قتل جتحتاج جريمة المخدرات إلى تعاون دولي نتيجة انفتاح وزارة الداخلية مع وزارات داخلية دول الجوار الجغرافي وغير الجوار الجغرافي فتحنا أفق تعاون دولي كبير جدا نتيجة هذا التعاون كان أكو نتائش شالي التعاون الدولي إذا المصنع في السليمانية بالداخل العراق؟ لا لا أبو قتلك هي جريمة المخدرات جريمة دولية عابرة للحدود يعني هو صح يصنع في السليمانية لكن ممكن تروح من عندها إلى سوريا تروح من عندها إلى دول أخرى فالجانب السوري خبرنا بمعلومة دقيقة بوجود مصنع للمخدرات في كذا منطقة انطعنا المعلومة شكلنا فريق عمل من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والأسايش في السليمانية المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السليمانية كانت العملية دقيقة استمرت لعدة أيام مراقبة وتتبع وغيرها إلى أن توصلنا إلى مكان المعمل كان خارج حدود مدينة السليمانية يعني بالمقرب والمنطقة الدر باندخان تم مداهمة هذا المعمل وإلقاء القبض على أربعة أشخاص وضبط ما يقارب 150 إلى 180 وتم نقل المعمل المعمل من أقولك معمل يعني هو مو معمل يعني بآلات صغيرة المعمل كان حجمه كبير جدا بحيث نقل بعجلات حما نسميه تريلة بعجلات كبيرة وودع في مطار السليمانية أنا كان عندي مقطع فيديو بالقرب من المعمل يعني وصورت هذا الموضوع وشفت العملية ألقي القبض على أربعة بحكم الاختصاص الوظيفي والبكاني التحقيق في هذه الجريمة بقية في السليمانية ترجمة نانسي قنقر